اشتركوا في القناة وفاحات المعروفة بتخصصها في نشر اخبار وانشطة القوات المسلحة الملكية سورا لفرق تابع للجيش المغربي وهي تدخل المنطقة العازلة حسب ما اورد المصدر المذكورة فالفرق الهندسي التابع للقوات المسلحة دخلت الى المنطقة العازلة وراء الجدار الذي بناه المغرب سابقا ودخلت الفرق الهندسي العسكرية الى المنطقة العازلة من اجل اجراء مسح قرائطي في افق انشاء جدار تانية ووفق ذات المصدر فتشييد الجدار التانية سيجعل من عصابة البوليساريو الانفصالية محصورة في حدودها المزعومة بتندوفة وستصبح العصابة مكشوفة امام نيران الجيش المغربي حتى لو حاولت التوغل والاقتراب من الجدار الاول عبر الاراضي الموريتانية وستتحول عناصر المرتزقة الى صيد سهل حتى لو كانت مدعومة من طرف الجيش الجزائري حسب ما اورد المصدر المشار اليها وقال المصدر للمنطقة التي سيشيد بها الجدار الجديد كانت تعتبر نقطة ارتكاز حساسة بالنسبة لعصابة البوليساريو واضف نفس المصدر ان بناء الجدار الجديد من طرف القوات المسلحة الملكية سيتم القضاء حتى على التصوير الفوتوغرافي المغشوش والمفبركة التي كانت تصوق له العصابة الانفصالية